اشتركوا في القناة ومهم ان يتحط تحت الملاحظة عشان بعد الشر طبعا بعد الشر بعد الشر بعد الشر لقدر الله بعيد عننا وعن السمعين ساعات بيبقى فيه ممكن بقى لقدر الله بعد الشر يعني نزيف داخلي بتاع حاجة فبيتم يبقى الأفضل دايما ان اي خبطة في الراس تبقى تحت الاشراف والملاحظة الطبية لفترة معينة لغاية لما تمنى ان لا يوجد اي حاجة والدنيا سليمة وزي الفل وكل الاخبار بكرر لحضراتكم مرة تانية كل الاخبار اللي جاي لنا من كودفوار بتقول ان امام حالته مستقرة تماما وننشاء الله ان شاء الله بكرة هيبقى زي الفل ويكون موجود مع لعيبة رجالة منتخب مصر عشان يكمل المشوار ان شاء الله في بطولة كاس الأمم الأفريقية كودفوار عشرين تلاتة وعشرين وبما ان احنا بنتكلم على مشوار منتخب مصر خلاص قضي الامر الذي فيه تستفتيان هنلاعب الكنغو الديمقراطية تاني المجموعة السادسة اللي تضم المغرب اللي فازت ماتش خلصة جماعة كسبت خلاص زنبيا واحد صفر متربع على قمة المجموعة بسبع نقاط يليها بعد كده منتخب الكنغو الديمقراطية زي حالتنا بالزبط تلات تعدلات في تلات مطشط بثلات نقاط في المركز التاني بعد كده عندك بقى زنبيا وعندك تانزانيا في مؤخرة هذه المجموعة دي النتائج بتاعة لقاءات اليوم عندنا أربع لقاءات جنوب أفريقيا تعدل أمام تونس صفر صفر وطبعا هنتكلم على تونس وخروج محزن جدا 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 لنصور قرطاج نميبيا تعدل بنفس النتيجة قدام مالي المغرب بتفوز على زنبيا واحد صفر تنزانيا بتتعدل مع كونغو الديمقراطية صفر صفر عشان تتأهل الكنغو رفقة المغرب من هذه المجموعة المغرب أول مجموعة تاني مجموعة كونغو يقابل منتخب مصر كده منتخب مصر زي ما شرحنا لحضراتكم من بارح هيلعب كونغو الديمقراطية في لقاء دوره الستاشر في لقاء دور التمانية هيلعب الكسبان من غنية الاستوائية اللي هتلعب غنية يبقى احنا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا رب ربنا يكرمنا ونصعد من دور الستاشر اللي هنقابل فيه كونغو نلاعب ونلاقي الفائز من لقاء غنية الاستوائية أمام غنية دي بقى لقاءت دوره الستاشر خلاص تحددت جامحها الثمان لقاءات انجولا هتلعب ناميبيا نيجريا هتلعب الكاميرون غنية الاستوائية هتلعب غنية مصر هتلعب كونغو الديمقراطية الرأس الأخدر هتلعب موريتانيا السنغالة هتلاعب كوديفور لقاء ناري مالي هتلاعب بوركينا فاسو والمغرب هتلاعب جنوب أفريقيا وعلى فكرة هتلاعب واحد من أجمل وأجمد اللقاءات اللي تتوقعوا فيه كل حاجة لأن جنوب أفريقيا هتلاعب كرة سريعة جدا والمغرب حدث ولا حرج فده مشوار منتخب مصر دي نتائج دور المجموعات حتى الآن دول الستاشر منتخب اللي صعدوا إلى دول الستاشر وده اللقاءات التمانية الخاصة بدول الستاشر وبإذن نكون موفقين نصعد منها عشان إن شاء الله نكمل مشوارنا حتى النهائي النهاردة عندنا نسختين متعارضتين تماما ومختلفتين تماما للمنتخبات العربية نتدي بالمغرب قلنا لكم قبل كده ما تلعبش مع الأسد القصود ما بتهزرش منتخب المغرب واحد من أفضل المصنفين والمرشحين ربع العالم يعني مش محتاجين نتكلم كتير بس في هذه البطولة وبعد ما شفنا دور المجموعات بالكامل وكل منتخب لعب ثلاث لقاءات قناعتي الشخصية طبقا اللي شفناه نمرى واحد السنغال نمرى اتنين المغرب السنغال قطر إكسبريس ما فيش يعني حاجة موقفة المغرب النهاردة لا يعني تقدر تقول إنه فعلا السبب في التعادل في اللقاء السابق أما كنغو كان الحرارة والجو لأنهما كانوا لعباء الساعة أربعة كانوا متفوقين ومتقدمين حتى آخر عشر دقايق ويكونوا خطفة جونل التعادل في اللقاء كان متسايد والمنتخب المغربي فاز في اللقاء الأول على تنزانيا 3-0 مع الرقفة النهاردة بيفوز على زامبيا 1-0 وكان بيلعب وبيجرب الركراكي النهاردة اللي كان موقوف وبيقود الفريق من من المقاعد الجماهير جرب نزل إيوب الكعبي مكان النصيري بشغل كم أحد نزل بوفال اللي هو طبعا يطار من الأعبداء الأساسية بس جرب أكتر من حد النهاردة في لقاء زامبيا وقدر يفوز على زامبيا 1-0 بجول لنجم وقائد وكابتن المنتخب المغربي حكيم زياش المغرب ما بتهزرش الأسد أو ما تلعبش مع الأسد لأن منتخب المغرب تحس من أداء فرقته ومن أداء وإدارة وليد الركراكي أن هم عازمين على الذهاب بعيدا والحصول على تاني ألقاب المغرب فيه كؤوس الأمم الإفريقية ما عندهمش غير لقب وحيد تم تحقيقه عام 76 وإحنا بنتكلم على المغرب عايز أتكلم على تفصيله في غاية الأهمية إحنا بنتكلم النهاردة على حكيم زياش بالهدف اللي سجله النهاردة بقى ثالث هدافي المغرب عبر التاريخ يعني أحمد فراس عنده 36 هدف يا لي صلاح الدين بصير عنده 27 هدف يا لي حكيم زياش عنده 22 هدف بالهدف اللي سجله النهاردة قدام زنبيا وأخيرا يوسف النصيري بالهدف اللي كان سجله قدام تنزانيا في بداية دور المجموعات بقى هو رابع الهدفين بـ 20 هدف لك أن تتخيل أنه حتيم زياش بعد ما كان معه وحيد خليل وزيتش ما بتسمعش عنه غير مشاكل وبس واخناقات وبس ومنوشات وبس وما كانش بينضم ولا بيلعب ولا بتسمع عنه أي حاجة إيجابية فجأة بيبقى واحد من أهم نجوم المنتخب المغربي في قطر بطولة كاس العالم ويحصل على رابع العالم مع منتخب المغرب ودلوقتي واحد من أهم الأوراق الربحة وكابتن المنتخب ومحرز هدف لقاء اليوم واحد من أهم الأعمدة الرئيسية لمنتخب المغرب زي ما أنت بتتكلم على جوهرة الأسود حكيم زياش لازم تتكلم على جوهرة الجواهر وليد الركراكي المدير الفني صيع كورة مدير فني تقيل مدير فني شاب بس كبير أنا بحب وليد الركراكي جدا 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 تشوف كل تصريحاته يعني واحد من المدير الفنيين والشخصيات اللي أنا حب نفسي أعمل معها حوار لأنه شخص في كل حواراته متواضع جدا ده وانتو إيرث كده وبيتكلم بمنتهى الموضوعية الواقعية اللي احترام معيني ده ده رابع العالم يعني يمشي يقولك يا قرد تهدي معليك يا قدي وما حدش عرف يكلمه بالرغم أن ده لما تشوف كل الانترفيوز بتاعته تشوف تصريحاته منتهى الاحترام والموضوعية والواقعية شخص كده تاخد عنه انطباعا أنه هو مختلف لما تشوف بقى تصرفاته مع حكيم زياش وإزاي قدر يحتوي زياش بالشكل اللي يخليه جوه الفرق أو كابتن الفرق أو في نفسه